السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم ده الكرام تافي نتمنى لكم تكونوا جميعا باخير وعلى الف خير ان شاء الله اليوم غالي يقدم معاكم خمس وصفات متميزة بالعدس زويني بزاف والدادة هنتم معايا ان شاء الله حصل اخر فيديو باش شوفوا الوصفات كاملة وكيفاش يعني كانت ستبدو من العدس ومن الفوائد دياله بطرق اللي هي صحية لديدة وسريعة من دبعا باركا سيلاب الوصفة الاورى غادي يحتاجو العدس وغادي يحتاجو واحد البصلة متوسطة الحجم وكذلك هكذا الشي ثلاثة الحبات ديال التومة ثلاثة ولا ربعة الفوصوص ديال التوم اذا بالنسبة للعدس عندي تقريبا هنا واحد ثلاثمائة كرام زلافة ممتلئة اذا غادي يبدو على باركاته اذا فهنا اخذت العدسة ديالنا غصلتها طبعا بعد ما نقيسها غصلتها وكذلك قشرت التومة وقشرتها البصيرة وقطعتها هكذا القطع سوف هي العنصر كلها عندي واجدة فغادي نديرها الطيب غادي نديرها في طنجرة ولا في طنجرة ستضغط انا غادي ندير في كوكوت يعني طنجرة ستضغط باش تسوجد ليها بسرعة كبيرة وما نتعطلوش هكذا في الطبخ ديالها فغادي نخويع ليها الماء اللي غادي يغطيع ليها باش طبيعي لخطرها بالنسبة للماء غادي نغطيع ليهم زيان كيف كتشوفو وغادي نسد عليه ونخليه طيب ما درتش معها الملح ما كنديرها شدابه ممكن دير واحد القطيرات الزيت اما الملح ما كنديرها شدابه مش كي طيب ليها بسرعة بالنسبة للماء اللي يدرته درت الماء بارد من الروبيني يعني هدي من بين التقنيات اللي كتسرع طبخ ديال العدس وكيجي صحي وزوين ما كنديرش الملحة وما كنديرش المسخون فبسرعة كيطيب وللعلم انني درت هنا العدس البلدي يعني كيعطن شوية في الطبخ هنا جيت نوجد الصلصة فهنا كيف كتشوفو العطرية عندي ربعات الأنواع زائد الملح درت تحميره والخرقوم جوج بهم يعني تحميره البلديه والخرقوم والخرقوم الخرقوم البلدي درت شوية الهريسة وشوية الفلفل أسود ودرت الملح حسب الكمية اللي عندنا يعني انتم معينكم ميزانكم على حسب شحد درته ديالعدس انا هلدرت 1-300 جرام ديالعدس فغا تعطيني واحد الكمية انتم معا تشوفو في الأخر شحال هي يعني الكمية اللي غادي تعطيني هنا عندي جوج حبات ديالطماطم متوسطة الحجم فاغسلتهم وطحنتهم بالقشرة ديالهم بالزريعة كان حيدغيديك النباتات ديالفوقانية صافيو كان قطعوهم على الاربع وكان طحنهم فكيجيوني بهد القوام هذا يعني كانت هدنهم من هذا الشي ديال نبقى نحك ونطحن بسرعة كده غيف الميكسور في الكاز ديالعاصر اي رصوص واجدة ندرجو جوج مع القبار ديالقصبرو مع النوس صافيو خلط تسبيلة كل هنا يا غادي نزيد عليهم زيت الزيتون واحد جوج مع القبار حصل ثلاثة صافي دا بمشيت الكوكوت ديالنا فاخليتها بالضبط ربوع ساعة اذا هنا عندي العزيس البلدي كي بيقوت لكم كيشت شوية طياب فسديد الكوكوت مزيان بعد ما صفرات اه خليتها يعني المدة الاجمالية اللي خليتها فوق النار خليتها ربوع ساعة تقريب الواحد خمسة دقيق الليولا حتى كتسخل الكوكوت وكتسفروا من بعد عشرة دقيق صافي اذا بعد ما حليت فكيف شتوا معي يعني بقي شد فراسو ما تحرحرش لينا بقي زوين شد فراسو داما بعد ما زيت عليه الصلصة الى بل يكون ما نقص زدو شوية دل ما طيب صافي وتقابلو يعني تخليو يطيب لما نعودو ان نسدو عليه باللغطاء ممكن هكذا تحطو فوق الغطاء غي واحد شوية يعني حتى هي يطيبو لكن يعني ما نسدوش ونديرو الصفارة صافي هناك يبقى عينكم ميزان كما نخليتو حدا هكذا واحد العشرة دقيق اضافية من بعد ما حيت صفارة في الاول فاخليتو عشرة دقيق دابا من بعد فولاليا بهاد القوام هادا كيجي زوين لديدو معلك وهنايا في هاد المرحلة هادي قبل ما سحطوه دوقو طبعا الى خاش شوية الملحة تزيدو ولا لخاش شوية الحار اذا فبهاد طريقة كيجي لديدو سريع وشوفو سبركلار كيميالي اعطاني اعطاني واحد كيميالية كبيرة ممكن هكذا تزينو الفوق بواحد الخطوط ديها زيد السيسون وترشو عليه شوية الكامون وكنقدموه بالصحة والراحة بهاد طريقة كيجي لديدو زوين بزف بزف وما كيجيش نهائيا وقص في الطبخ وإلى عندكم العدس العادي كيف قلت لكم ما سخليوش مودة طويلة يعني غير واحد عشر دقيق لسدو كوكوت كافية ومن بعد تحلو وزيلو لصوص وتقابلو هكذا قدمكم واحد عشر دقيق اضافية سوف نقدموه بصحة وراحة فهدي هي الوصفة الاولى اللي شاركت معكم ديال العدس غالي تعجبكم ان شاء الله يجيبها البنين بزاف بزاف وسريع وسهل ندوزوا ان شاء الله الوصفة التانية فكيف كتشوفوا معايا عندي هنا يلادس عندي واحد مئتين جرام ديال العدس واحد زلفال لاروبس قريبا ديال العدس فهنا سأعطني كمية كبيرة يعني ممكن انكم ديرو غير نصف ديالها ديرو غير واحد الكويس راح كافي لان العدس بعد ما كيطيب راح كيضاع في الحجم دياله وججم الرأس ولا ثلاثة يعني غايولي واحد كمية ليه كبيرة صافي غادي نسموه بواحد الفصل ديال التوم غادي نقطعه بحالها كده نسمليه ونغطي عليه بالماء ونسد ممكن ديلو غير طنجرة عادية ما نحتاجوش نهائي الكوكوت لانه مش غردنا بانه يطيب بزاف غادي يبقى قبط فراسه يعني غير يطيب واحد يعني ماشي بزاف بزاف غير واحد عشر دقيق سرما في الكوكوت كافية إذا ارتوفت طنجرة اتخليوا واحد روبوا ساعة سبع عشرين دقيقة فهي كافية إذا نخليسوا الطيبة هنتم اشوفوا معي المكونات اللي غادي نحساجوها فغادي نحساجو الخضر مشكلة على حسب اللي بغيتون انتوما أنا غادي نوريكم واللي ما عندكم مش منها ممكن تستغنو عليها فطبعا غادي نحساجو ماطيشة والبصلة ونحساجو الخيار بالنسبة للفلفل اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش واللي كيبغيها خضره يعني يديرها بلمي شويها أنا هنا شوي سافكها جزوينة مشوية سافي فغا ناخد المكونات كاملة وسقطعوها القطع الصغيرة واللي بحالي يعني الزربان ما بغيش يوقف في الكوزينة فاسقلبوا هكذا على اي حاجة كتساعدكم في التقطيع اي روبو ولا اي شيء فعندي هنا هاد الروبو هكذا حطيت فيه كل شي في لحظة غيض غطتها كده بواحد البوطن على الفوق فهو هكو شي سقطت عليها سافي هاو العديثة دينام بعد ما تتلقات خليتها عشر دقيق في الكوكوز دي تلهاب الصفارة وحطيتها كده في الشبيكة حتى تصفات لي وبردات انا حطيتها هنا احداكم عندما شوفوا راه ما مسح الحرش يعني ما دابش بقي قابل فراسو وقريبي طيب يعني مشي طاب بزاف بزاف ولكن مهم راه طيب ماشي بزاف اذا بالنسبة لخيزو فاخديتها اي واحد الحبة دي الخيزو حكيتها كده في حكاك الغليضة وازتها عليهم اذا اي الخضر كلها درتمع بعضها هندها غديحتاجوا واحد نصف حامضة العصر ديالها واحد ملعقة كبيرة حتى جوج ديال زيت السيتون وغادين ديرون ملح والفلفل اسود ولكامون هالي تسبيلها ليكت توالم هنا مع هذه الوصفة فكيف شتو معايه دقتل ملح حسب الضوء دقتلت واحد ربع ملعقة صغيرة ديال الفلفل اسود وربع ملعقة صغيرة ديال الكامون زيت السيتون كيف شتو معايه دقتل ملعقة كبيرة حتى الجوج وعاصر الحامض تقريبا عندي هنا واحد ملعقة ونصف حتى الجوج اذا فهن عندي خرج ديية كيميالية كبيرة عندما تشوفوا الاضافة اللي غنضيف لها فكاس واحد من العدس را كافي لان كيف قلت لكم را كيد ضاعف جوج مرات ولا ثلاثة الحجم ولا الكيميا دي العدس مني كي طيب اذا را غي كويس را غيعطيكم الخير والبراكة يعني غي عمر لكم واحد جوج طبية ثلاثة انتم ما غدين تشوفوا معي الكيميا اللي غنحصل عليها في الاخر هي كبيرة كبيرة بزاف يعني ما حسجوش كام ليلة كنتوها كده غي قلال فهنا كيف كتشوفو انا خلط العناصر كلها مع بعضها حسن دامجات فهاد الفترة فشكنو تخلطو ممكن انكم تخلطو معها اللي بغيتو ممكن انكم تخلطو معها شي بواطاها كده ديال الطون فكتنسمها وكتجيبها لديدة بزاف بزاف يعني بواطا الطون تحيدو منها تصفيوها من الزيت ولا تدلو ديال صوص طومات ولا اللي كتبغيو ممكن كدلك تاخدو البيض وتحكوه فوقها تخلطو معها ولا تقطعو بحالك ده قطع فكتجي غنية جدا بالفيتامينات وبالمعادن وفيها بالزبد الحويج اللي هي اساسية ومفيدة ومغدية فهنا كيف كتشوفو معايا فدرت فيها كده واحد بواطا الطون على زين تبغي ما الفوق هنا يا كدلك زين تبغي شوية البيض اللي هو مسلوق وشوية الزيتون فكتجيبها تشكل هذا زين اغي هي كيف قلت لكم انا هي لك ترتو كتعطي واحد الكمية اللي هي كتير بزاف واصلا هي مش بيعافة فيها الكمية بزاف ديال الخضار وديالعدس وديال المكونات اللي عملت فيها اذا هادي هي الوصفة الثانية كانت بالعدس فهي زوينة كذلك وديدة ما تشبحوش منها نمر ان شاء الله للوصفة الثالثة واللي احتهي بالعدس الآن اقدم معكم وصفة اللي هي صحية رائعة جيدة بالزفزاف والاهم من ذلك انها اقتصادية وبدون لحوم اذا ندعو على بركتي الله بالمكونات وطريقة تحضير فعندنا هنا العدس عندي زلافة عامرة بالعدس وعندي خضيرة كيف كتشوفو عندي خيزو الكوغشات والقرعة الخضراء الكوسة وكذلك عندي القرعة الحمراء اذا منذ بالعدس انا اخدي سمعكم باشتعفو يعني بالضبط اش حدرت باشوفو ان شاء الله الكيمية اللي غاد يعتني في الخر فهنا عندي زلافة ممتلئة بالعدس قرب 1-400 جرام زلافة عامرة بالعدس البلدي وعندي هنا جوش خيزويات ثلاثة ديال القرعة الخضراء هنا القرعة خضراء شوية صغيرات شاشخة ثلاثة اذا كان ليرجوش خيزو جوش قرعة خضراء وشوية القرعة الحمراء اه ممكن تزيدوا اي نوع من الخضر كسعجبكم اذا شي مرات كنديل حساب طاطا بذلك يبغيوها ولكن صراحة افضل الخضر اللي كيجوزوين بزاف مع العدس هما هادو القرعة بالانواع ديالها بجوج الخضراء والحمراء وكذلك الجزار كيجو رائع وليد بزاف 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 الاجل كنحيد بلاسه اما الباقي ما كنحيدوش يعني القشرة ديالها مفيدة وزوينة بزاف غير الاساسي هو انكم تغسلوها مزيان بنتبل خيزو فقطعوه بشكل اللي بغيتو الشكل اللي يحب خاطركم قطعو به قطعو دوائر قطعو مربعات قطعو اللي بغيتو وممكن كذلك تزينو التقطيع لان الشكل اللي يدرسو كيبقا لكم في الاخير كتحطوه وتمتعو به فمك نقطع هكذا بعد القطعها هادي كيجوني بزاف شكل لها فقطعت بيها بحال هكذا اذا غا نبدأ بخيزو اللي ولا انتو ما غا شوفو علاش والخضراء اخر غا نخليها بلاتي اذا غادي نقطع الخيزو حسن نكمل الكمية اللي عندي كاملة وكيف شتو معيه بالنسبة اللي عدس راني نقيتو وغسلتو اذا ما كنرطبوش غي كنغصلو كنغصلو مزيان وكنصفي كنحطو اكدف واحد شبيكا يتصفا صافي وم بعد ما نكمل خيزو احنا غادي نبدو الطبخ ديانو اذا غادي نجيبو كوكوت ممكن طيبو كذلك فتنجرة غير هو الكوكوت يعني الكوكوت كتتسرع لنا الطبخ وكتعرفو حسر القياس اللي كتديرو لان ما كي نشوفش بزاف اذا غادي نجيبو واحد الكوكوت وغادي نديرو فيها العدس بعد ما اغسلتو نديرو فيها كذلك خيزو المقطع ونديرو واحد ثلاثة الفوصوص ديالتو اذا بنسبة اللي افضل تكون الثوم الحمراء كتكون زوينة ومجهدة يعني الفوائد ديالها عاضية ما جدا اذا ندر ثلاثة الفوصوص كبار ممكن نزيدو الكمية اذا هنا فرغتهم في الكوكوت فغادي نضيف لهم الماء بالنسبة للماء ما كان نضيفش الماء الغليان ماشي الماء المغلي كان ديال غيل الماء من الروبيني الماء عادي من الروبيني انا غالبا كنديرو بالعبار ديال غادي نعبار معاكم كيف كتلبوا مني دائما الاخوات نعطيهم مقادر يعني مضبوطة باش ننجح معهم الوصفة اذا فهنا غادي ندير ثلاثة زليف عامرين ديال الماء بارد من الروبيني مع زلافة ديال العدس كيف شتون سوف يدرت واحد الماء كبيرة ديال زيد السيتون وغادي نحطها فوق النار اذا غادي نسدو الكوكوت ديالنا وشعلت النار كيشتون نار متوسطة وخليتها طيب هنا عندي العدس البلدي لعندكم العدس العادي ديال كندا يضغيها كي طيب يعني ما نخليوش المدة كاملة اللي نخليها دابا غا نوريكم شحل خليت وانتم ما ما تخليوش المدة كاملة غير هو من الافضل يعني اللي بغا العدس صحي شري العدس البلدي وخاكي عطل ش شوية ولكن رازوين رائع كيشتش نهائي الوقت في الطبخ اذا ما كنديرش الملحة وما كنديرش المطيب لان اللي درسوا المطيب ودرسوا الملحة فكي عصى ما كي طيبش مزيان ويعني ادو شي مرات يعني ادو كي يقليو ولا كديرو ما طيشة ولا فبهالطريقة العدس هي ياخد معاكم مدة اللي هي طويلة في الطبخ اما بهالطريقة اللي كندير يعني ديال ديرو هكدا مسلوق الخضيرة ديالو بزويته فكيجي رائع زوين بزاف بزاف ولديد وكيحصف بالعناصر الغذائية ديالو كاملة وما كنضيعوش فيه نهائي الوقت يعني في الطبخ بسرعة كيوجد لينا اذا ندرتوا فوق البوطن وجيت نوجد معاكم خضير اخرى اذا فاخدت القرية اللي عنا وقطع سامعاكم بنفس الشكل اللي شوثوا معايا في اللول اذا كنقطع عرقيقة لانا غنضيفها حسن لخر ضغياء هذي الطيب لينا ما كتاخدش هي اصلا الوقت كيف كتعرفو يعني في كسكسولة في كل شي كنخليو دائما القرها حسن مرحلة الاخيرة باش كسب قلينا قبطة فراسها يعني ما كتدوبش اذا كيف قلت لكم التقطيع كيبقى عندكم الخسيات سقطعو بشكل اللي بغيتو اذا فهنا قطعت الخضير اخرى اللي عندي وغادي نوجد كذلك الصلصة اللي غادي نرفقها مع هاد العدس هذا فهد الوصفة كجيزوينة ومتكاملة فيها كل شي فيها الخضراء فيها القطاني زوينة الديدة هاد يتحمقوا عليها الى جربسوها اذا فهنا قد ناخد واحد المطيشة باش غادي نوجد لاصوس عندي هنا مطيشة واحدة كبيرة شو شوية فغادي نحيد لاغيدي كنبتالي الفوق وكيف كتشوبوك نقطعها بالقشرة ديالها بزر يا عمك نحيد بنحسة شي عجا غيك نغسلها مزيان دائما كنأكد عليها ان القشرة ديال المطيشرة مفيدة بزف 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 غير هي ركت كل مداوية يعني غصلوها مزيان الى بغينا بالقشرة ديالها اذا غادي نوجد صلصة مرة واحدة فيها التوابل فها كل شي باش بلما نبقى انها يعني نخدموه بزف دلمرات مرة واحدة يعني شغل المعجازات واللداء يا سلام ها انتم ما غادي نشوفو يعني ما توقفوش نهائيا في كوزينة اذا فقدرت هنا يا واحد ربع ملعقة ديال الفلفو الاسود ولا الابزار درت واحد نصف ملعقة ديال الكامون معي القاة صغيرة عامرة ديال الملح وغادي نزيد ما زالها شوية لان هذا ما غاديش يكفي في الزلافة كاملة ديال العدس درت واحد نصف ملعقة ديال القصبر يابس إلا عندكم إلا ما عندكمش ماشي مشكل أصلا غادي ندير القصبر ومعد نوس وكذلك قدرت واحد نصف ملعقة ديال الكوركم ولا الخرقون بلدي وواحد الملعقة صغيرة ديال التحميرا ولا البابريكا التحميرا كيف كتشوفو عندي رمفاش لون حمر بزافي انها تحميرا البلدية الحقيقية يعني اللي كتكون صحية وزوينة وخلون ما حمرش بزاف صافوا وطحنتها مع واحد جوج معي القاة ديال الماء انا صراحة كان طحنها بلا ماء غير باش نزل دك شوية دلعطرية اللي بقات لي فقدرت مع واحد المحي يلقى هكذا ديال الماء ومنزلتها مو يمنزو ما الى الميكسور هكذا ما تطحنش مزيلا فممكن دير واحد معي القاة ديال الماء وطحنه صافي هيا بعد ما طحن تشوفوا معي الصلصفة كدي جاهزة في لحظة يعني غي واحد ضغط هكذا في الميكسور فها هي مطحونة في الخلاط الكهربائي اللي كنخلطه في العاثر سوف نضيف لها هذا الشيء اللي بقي لي وحنا كمنا ضفت واحد الملعقة ديال القصبر ومعد نوس مقطعين وضفت كذلك واحد الملعقة كبيرة ديال زيتون معي القاة واللاجوش ده بحلي الكوكوت بعد مدازة 20 دقيقة بالضبط اذا انا عندي لدس البلديكي عطن شي شوية هذا ديال كندا فقط نسف المدة 10 دقيق ونحلو عليه 10 دقيق بالضبط ما كان زيتش عليها وكان حل باش كان دير الصلصة والعطرية وهذا الشيء وكان خلي واحد خمسة دقيق إضافية اذا هنا كيف شفتوا معي العدس البلدي فخليتوا 20 دقيقة وحليت من بعد فقدرت لي العطرية الخراض درت واحد الفلف لحارة اللي كيبغيها ما كان ديرهاش في اللول باش ما كتتلقش ان الحار يعني يدري الصغار وهذا كنخلي حسر هاد المرحلة وكان خليها غير الفوق اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش ولا ممكن تشويها باش ما تتحررش الدراري صافي ودرت الصلصة كاملة الى باليكم مش فشي شوية ممكن تزيدوا الماء اذا فانا ازتغي واحد مكامرش نصف ملعق نصف زلافة كيف شتوا زلافة بقات فيها العصوص فعمرسها ودرتها ما شي كامل درت معها منها غير واحد نصف يعني المجموع عدرت ثلاثة زلاف ونص ديال الماء صافي وانا عاود تسدي الكوكوت او خليسها فق النار وانا خليها بالضبط خمسة دقيق اذا بعد خمسة دقيق فنحل الطنجرة ديالي هانتو ما كتشوفوا كيف لقيتها فكاللقى كل شي طاب كنحيضغير هذيك الفليفلة باش ما كتلقش لي الحار كنحيضها لان الدراري ما كيبغي وهاش وكيحمق وعند يالي لادس خصوصا هكذا الخضراء يعني الخضراء ما كيبغيواش في اي حاجة كيبغيواش في الشربات في الصوبة وفي كسكسو وهكذا اما في الطاجين وذك شي ما كيكلوش لي بزاف الخضراء لي هادا كننوع كنحاول ما امكان كيبغيواش كندير شربات يعني اي حاجة اللي كندخل فيها الخضر يعني باش نعطيه لذاتنا واحد الغذاء اللي هو متكامل ندخلو ليهم في هالخضر ندخلوك على الحواجه هكذا المفيدين اذا بعد ما حليت الكوكوت يعني كنتضوقه الان باش كنصحو الضوق اي حاجة كنضيفه فقد قلقيت شوية نقص الملحة نصف ملعقة صغيرة ولا كتر شوية دي الملحة حتاجتني هي هذيك بنينا وزوينة صافي وكنخليوها يعني على حساب انتو ما شونو بغيتو لكنتو غتقدموه ديك ساعة خليوينش فغير واحد شوية لان عدسكي يشرب غير غير طفيو عليه غديتلقاو انه شربو الجانس ولا هو هاداك وإلا غديتتغطيو عليها هكذا وتخليو على راحتو بينما وجدتو شي حويجات لي بغير فتخليو بشوية دي الما دي اذا انا طفيت عليه كيف شتو معايا وغاني قدموه هكذا بصحة والراحة شح الما خليتو يلي خليتو غير واحد عشان دقيق حتى كيت جانس مع بعضو راكي يشربو خاص خليو فيه شوية دي الماء اذا انا كيف شتو خليت في غير هاد الشي دي الماء وحطيتو هكذا نية يشان هو وصخون يعني ما فيه ما يبقى واقفة في الكوزينة فكملت خلي نصور معاكو مني يشان لي انا ذاك شي الاخور اللي بغينو جذرة وجدتو وطفيت عليه الفران اذا هانتو مكاتشوفو فاغديوة اللي هي الزوينة بزاف ممكن تكتفي وباغيها هكذا بوحدها اذا انا درتها ودرت معها الحوت في الفرن سبق ليش حال مرة شاركتو معاكم معده عليش ما صورتوش فادرت الحوت انا ما كان قليش غير درتوها هكذا في الفرن كي يجي مقرمش وزوين بزاف غير في الطعبة هكذا مدهونة بواحد القطرة دي الزويتا وكندير الحوت وكندخلو الفرن فهو الخبيز اللي وجدت كيف شدتو معايا خبيز بالقمح الكامل وكندخلو بالنو خالف كي يجي شهوه منو صحي وزوين والديد ما تشبعوش منو وبهات الشكل كان كونو قدمنا لأفراد اسرتنا يعني واحد الغديوة اللي هي متكاملة صحية وزوينة بزاف وبدون لحوم يعني ما كان كتروش نهائيا من اللحوم كانعوضوها بالاسماك ويعني اي حاجة بغيتو فواكيه البحر دجاج البلدي مره مره يعني شي حويجتلي هما زوينين وصحيين ولدات بزاف بزاف ولا شي مره صغير الخضر هكذا والفواكيه بدون لوحوم يعني غير نعرفو كيفش نطيبوهم وكيفش نمتعو بهم ولداتنا يعني باش نحبوهم في الخضر اذا معكم فطبعا غادي نقيم ونغسلوه وغادي نحسجو معاه واحد تلاسة احت ربعات البصوص ديتهم غادي نحطوه معاكده معاه غادي ناخدوه نخيزوه نغسلوه ونقشروه ونقطعوه الى قطع وكعابات عاكدونا مربعات صغر طريفات صغر اذا هاتو ما كيفكتشوفوه انا بش قطعتوه غسلت كل شي ودرته ما اكذفوا حتى شبيكا صفيتهم وحطيتهم في الكوكوت ولا في طنجرات الضغط ممكن تطيبوه في طنجرة عادية فطبعا انتم معافل ان العدس دابة خاصة اللي ما يكونش بلدي فراه بسرعة كيطيب الدور دي الكوكوت انها تطيبوه بسرعة كبيرة يعني اللي غادي نديرو فيه نص ساعة في طنجرة فعشرة دقيقاء اقربو ساعة في كوكوت كايفا كيف كتشوفو درت معاه واحد المقدار دي الماء وقترات زويته باش ما يفيدش لي Access اذا درت واحد المقدار دي الماء زلافات قريبا انادين معاى واحد الاطره دي الماء ودرت واحد القطيرات دي الماء وصديت الكوكوت هنا غادي نمر السلسه نحضرها في وقت اليه وجد العدس اذا ما كنديش معاى الملحام لا كنديش لماسخون كنديل ماء بارد من الروبيني باش ضغي اكي طيب لي اذا هذه نصيحه دائمه القطاني مدينوش معه الملحام اللول فكتعصيها ما كتخليهاش طيب وكذلك الماء السخون حتى هو كي ياخر الطيب دياله كلهم سواء اللوبيا ولا الاعداس الحمص كلها القطاني اذا فكنديرها هكذا عادية بحيط لغيك انسلقها وكندير معه قطيرها تزويتها باش مكتفينش غيب حيط نمعه صغيره او لا اقل ديال زويته صافي اذا هنا بالتبال الصلصه فحتاج يتمطيش هكيف شته معي قطعت هكذا القطاع وغادي ندير معه التوابل شوية البزار بدلت معه كذلك شوية القصبر يابس الخرقه من بلديت حميره وغادي نحتاجه كذلك الملح والقصبره مع النوس شوية الكامون انا لانتو مدرت واحد شوية ديالكامون التوابل كلها قدرتها فوق ماطيشة خويت واحد القطيره ديال المغي باش نهبضوك التوابل تقريبا واحد كيف كانتشوفه معي واحد شوية واحد جوجمعان قديل المولا ثلاثة اللي غادي نطحن في يوم هاد ماطيشة صافي وكانتشوفه غيف ميكسور اللي كان يلوفيه العاصر يعني غيف الخلاط ديال العاصر فكانتشوفه فكسهنيني من هاد شي ديال انا نحك وناخد وقت فبسرعة في لحظه كانتشوفه كل شي وكانخويه بحلاك دفو حد سليفه غادي نزيد لي واحد اللي معي يلقى حسزوج ديال قصبر ومالنوس والملح طبعا حسب الضوك وحسب الكمية اللي عندكم ديال العدس القصبر هنا عن نيره كان مرقد في زويسة بلديا فالقصبر شحن مرة كنخلي لكم طريقة دياله وانا انا ما كنديروش فديقو فاكسر يفش كيكون عندي كتير يعني اما كنخلي غيف تلاجل تحت وإلا كنت بغيها مقطع يعني بلا ما نعود القطع مني نحتاجه فكن نقطعه وكنديرو فاحد قريعة الزاج وندير علي زويسة بلديا ممكن انكم ترجعو الفيديوهات السابقة اذا صافي وزيت واحد زويسة بلديا تقريبا واحد جمع الكبار حسن ثلاثة صافي هيا واجده عندي الصلصة دبا حلي الكوكوت فهاتما كيف كتشوفوا معيه هو العدس والخيزو فغديلقى انهم طيبين هاتما غني تشوفو على حسب العدس يلا عندكم العدس غيديا الكانادا فاتقريبا واحد عشر دقيق سحلو عليه وإلا عندكم بلديد خليو حسن عشرين دقيقة عاد تحلو إلا خليسوا اكثر فغديلقوا انه هداب لكم من الافضل انكم تحلو باش تزيدوا عليه الصلص وتخليوا بحال هكده يبقى شاد فراسو يعني يكمل طياب دياله بلما يحتاجوا انها نغطيه بالكوكوت نغطيه يعني الكوكوت ندير السفارة في المرحلة الولى كندير طبعا السفارة والمرحلة الثانية ما كنعودش نغطي الكوكوت يعني غير كندير فيه الصلص دياله صافي ونخلي غير عليها غير لغطيه بحاله كتب طنجرة عادية إذا بعد ما لقيته مطابوه نخويس فقه الصلص صافي غدي نحركها مع الخاليه حتى ينساج مكاملين ونخليها فق النار تغلي واحد شوية كيف شدتوا معي انا لقيت كل شي طيب يعني دابا ما غنيش نعود ندير اللغطي نخليها غير بحال هكده طيب تقريبا 1-5 دقيق اضافية إلا لقيت ذاك شي ما طيب شعني غزيدوا لغطيه وغاني تسدوا علي واحد شوية ما نخليه تحتيه راو تنخلينا ذاك العديثة فنحن بغينا اتفقها هكده قابطة فرصها كجزوية ورائعة اذا صافي خليتها واحد شوية حسن شفات شوية من الماء ممكن تخليه فيه المقدار اللي بغيته ديال الماء يعني اللي كيبغيو هكده فيه المريقة كثيرة خليو فيه ولي كيبغيو شي شوية ناشف فتفعوا عليها البوتن اللي يباليكم انه نشفش شوية ماشي نخليه حسين شو كليا لانه اصلا العديث مني كيبغيو يبرد يعني غيكا نتشو عليها البوتن كيبغيو هكده يتجمع غيب وحده يعني نخليه فيه شوية المياه باش للقوا ما نغمسو فيه صافيه انتم مليحيتون فوق النار انا قدمتوا بحال هكده ندرت لكم في واحد صحن كبير عندي يعني باش شوفوا سبارك الله هذي كزليفه باش حال عطاتنا عطات نوح الكيميه كبيره اذا هاد راه تبصيل من النوع الكبير هانتم ما نحطت فيه العديثة والعديث عندي انا راه كيبغيو يكون شي حتى يصار كيحمقوا عليه فكيجي رائع والديد وزويم بزاف بزاف وكيبشو الطريقة سهل منها مكاين وفي نفس الوقت كنا ناكلو العديث وكنا نستخدو كذلك من الجزر والطريقة سهلة مهلة نتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي وتعجبكم وراه اكيد هتعجبكم الى جربتوها سهلة مهلة تعجب الكبير والصغر اذا انتم ما كتشوفوا معايا فعندي هنا العدس عندي العدس البلدي ممكن طبعا اي عدس متوفر عندكم في الدار عندي طريف دي القرعة الحمراء وعندي ربعة الفصوص دي التومة سوف نقشر التومة بسرعة طريقة سهلة وزوينة بزاف ما تخليك شوق في حتى خمسة دقائق في الكوزينة اذا فكنا نغسلو العدس ديانا اذا نغسلتو حتى سويس قطر قادي التومة حيت لها القشرة ديالها ما كنقطعهاش ممكن تقطعها طريفات اذا بغيتو فطبعا نرى مع العدس كطيب نزيان يعني كسولي دايبة ما كلا نقطعوها صافي فكنا ناخدو واحد طنجرة ونضع فيها العدسة ديانا مع التومة ونضروا فوقها الماء اذا من بين الاساسيات باش نطيب القطاني نضروا لها الماء بارد من الروبيني وانا يدرنا الماء سخون فكي يخليها تعصى ويتاخد وقت اكثر في الطبخ لا تدروا للماء سخون ولملح اذا درووا بها الطريقة هنا اذا نضروا العدس البلدي يشت شوية الوقت في الطبخ اما عندكم العدس الاخر سوف تصفر على الكوكوت اذا بنسبة العدس البلدي اذا اضرت زلافه عامره ونصف ديال الماء اذا عندكم العدس الاخر سوف نضغيه طيب ونضغيه طيب ونضغيه طيب ونضغيه طيب ونضغيه طيب ونضغيه طيب ونضغيه طيب 21 دقيقة لان عدس البلدي يشت شوية طيام الى عندكم العادية غير عشرة دقيق بارك وحلو عليه ما تفوتوش لعشرة دقيق الى عدس الاخر يتفتت الى شديته وقت اكبر اذا هنا لانه لم يلحه لحلوه ونضغيه طيب ونضغيه 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 لديه ونضغيه ونضغيه اذا عندكم العدس عاده ونضغيه 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 سوف نحضرها سوف نحضرها سوف نحضرها نقطعها بالقشرة نقطعها بالقشرة نقطعها بالقشرة سوف نقطعها سوف نضيف لها التوابل نقطعها 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 سوف نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح سواء الهريسة بحرعة كده الناشفة السودانية ولا الهريسة المعجونة اذا الاساسي هنا في التوابل الادس هو مالبزار يعني الفوفل الاسود والملح و هذا الكامون طروري الكامون و هنا ازد حتى شوية القصب ريابس اذا سوف نطحن التوابل الادس وهي العصوص جاهزة ممكن نطحنها غير هكذا الى عندكم المكسور كالتحن الزيان ممكن نزيد معها واحد القطيرة الماء ربع كأس ما كامل شغيل شوية و زيدوا لها واحد الملعقة دي التحميره باش تحمر لديك العصوص كجيزوينة صافيها هي اذا التحميره ماشي ضروريه يعني ممكن انكم تصغنوا عليها درت شوية تحميره هنا عندي تحميره البلدية يعني ما فاشنهم بزاف فيها غير للدازوينة صافيح اللي سعلى الكوكوت كيف شفتم معها فلقيت انه ما زال فيها الماء يعني ما كنت نشفش ليه نهائيا هذا هو القياس دائما يعني القياس اللي كانت يلوغي ما كانت فوسوش فيها الوقت دي التحاب اذا فحليت دابا ودرت القرعة وغادي نقبي هذيك اللاصوس اللي عندي فعدي سهن راطاي بغادي نزيد اغيبا خمسة دقايق ربعا حسر خمسة دقايق بنسبل القرعارة بصورة هكا الطيب يعني غير فاتك الحرارة ذاك البخار كيف قلت لكم يعني في الصهد بسرعة كالطيب صافي إذا إلا بغيتوا هكذا يجيكم شي شوية جارية يعني ما يجيش العدس ناشف بزاب فممكن أنكم زيدوا واحد شوية دلماء صافي غادي نزيد واحد شوية دلماء واحد نصف كأس دي الماء ملعقة كبيرة دي القصبر ومعد نوس مقطعين سوف ندير واحد جوج معالق كبار دي زيد السيتون فهذا العدس كيجيب بنين بواحد شكل رهيب اللي ضاقوي واللي يحمق على مضاقوي إذا هذي على ضمانتي فأنا دائما كيجيب بنين دير العدس سبق لي وجربتوا معاكم يعني شاركتوا معاكم بالخيزة وده بدرتوا معاكم بالكره الحمراء إذا كيف شرتوا معايا تقريبا واحد الكوية الصغير دي الماء وغادي نصد عليه الكوكوت إذا إلا كنتوا ديرين العدس العادي كيف قلت لكم اراكم راكتوا معاك بعد ما تشيلوا فيها وادروا خليجي دقائق 3 دقائق أما إذا كنتوا ديرين البلدي فاكتزيدوا واحد القرعة الحمراء مع العصوص عاد كتزيدوا واحد خمسة دقائق في الوقت اللي كتطيب فيه القرعة وكتندمج لعناصر كلها مع بعضها إذا هانتوا ماسو ديرين الكوكوت خمسة دقائق برحب السرعة طويلة وخصوصا ان يدرها في العدس وهو طيب يعني يلا حليت علي الكوكوط مثل الحرارة دياله و المسخون كل شي سخون يعني غيرتو سديس عليه فبسرعة كتطلع مع هذا البخار و كي طيب لي اذا كتجي هاد الكريعة عفن نزوينة كتتندمج و كتتتواتب على العدس بشكل كبير بزهف اذا صافي يعني شفتو معايا و كنت ارتفلو الكرة هدابت اما فاش درتها حتى للخر فحتفلتو بالشكل ديالها كيف ما هو سوف نقدمو بحال هكذا بصحة و الراحة اذا انا مباشرة من فوق البوطة كنحط فيه اذا الى عندكم هكذا الوقت راكم كتعرفو يعني خاصة انسان فيش يكون خدام را ما كنش الوقت ما كنغي جريع ليه نجريع ليك مباشرة من فوق النار انا كنحط فيه بحال هكذا فكي جزوين بمضاق هائل و انتم ما هكذا لك الوقت فطيبوه و خليو عليه النار وخليو هكذا 1-5 دقائق عاد كتقدموه فكي جزوين بزاف بزاف اذا قبل ما تقدموه دائما نضوكو الملحة باشي لا كانت ناقصة زيدو شوية سوف نحطوه بحالك داشتو زليفة واحدة ديال اللي عدش هل عطتنا تبارك الله عطتنا التبصيل اللي هو عامر ممكن انكم تزينو بشوية الفليفلة العشاق الحار هنا عندي فليفلة مرقدة مرقدة في زويتها بلدية فكي جزوينة في المدق ديالها سوف نحطي سهنية رفق سابة الطبق ديالي شوفوا معي القريعة هانتو ما هاي القريعة غيك اسقيسو هكا بتعجن اذا هذا من بين الاطباق المفضلة وخصوصا عند الاطفال نتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم اعجبكم فيديو ما تنسوش كيف العدد دعموا القناة وسخليونا الاعجاب ديالكم وتشتركوا اذا كنتم متشتركينش وكذلك تبارتجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل الفائدة باذن الله لسكن في امان الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة